ازايكم شباب اخباركم ايه قرب تكون كلكم كويسين وبخير دعمان يا رب بما ان الانترنت دلوقتي بقى من قسياتي الحياة سواء بتستخدمه في شغلك او في بيتك فبالتالي استخدامك لشبكة الواي فاي بقى من الحاجات المهمة والضرورية جدا. ومن هنا جت اهمية ان انا اكلمكم النهاردة عن الجيل الجديد من الواي فاي اللي هو تمنمية واتنين دوت حداشر اي اكس اول معروف باسم الواي فاي سيكس. فترة ايه هي اهمية الواي فاي سيكس وهل انت محتاجه فعلا ولا لا? فهجاوبك عكل الاسئلة دي دلوقتي بس يا ريت كالعادة ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما تفتكش اي ريديوهات جديدة. ويا ريت ما تنساش دعم القناة عن طريق نيزة او شكرا من الزرور بتاع تانكس اللي هتلاقيه موجود تحت الفيديو. معظمنا او اغلب الناس مننا لو بسط على جهاز الراوتر اللي عندها في البيت هتلاقيه مكتوب عليه بخط صغير من وراء تمنمية واتنين دوت حداشر اي سي. وده معناه ان الراوتر ده بينتمي للجيل الخامس من شبكات الواي فاي اللي هو الواي فاي فاي فايف. فالطبيعي ان انا هكلمك عن جيل جديد من الواي فاي زي الواي فاي سيكس انت هتتوقع ان انا هكلمك عن واي فاي اسرع. وهي دي الحقيقة فعلا عن رغم ان الواي فاي سيكس سرعة نقل البيانات فيه اسرع بحوالي تلات مرات من الواي فاي فايف لان الواي فاي فايف كانت سرعة نقل البيانات فيه بتوصل لتلاتة ونص جيجابيت بر سكند. فالواي فاي سيكس سرعة نقل البيانات فيه بتوصل لتسعة ونص جيجابيت بر سكند. ولكن مش هيدي النقطة المهمة اللي انا عايز اتكلم عنها دلوقتي لان فيه تلات مميزات رأسيين او فيه تلات خاص رأسيين موجودين في الواي فاي سيكس بيميزوه عن الواي فاي وبيخلوه احسن منه بكتير وبيخلوني اقول عن ان هو واي فاي المستقبل. اول ميزة رئيسية ومهمة جدا في هي اختصارا لكلمة فعلشان تعرف اهمية التكنولوجي دي بطريقة سهلة خلينا اشرح لك الموضوع من الاول. دلوقتي انت لو عندك في البيت جهاز راوتر بتشتغل وانت موصل عليه تلات اجهزة زي مثلاك موصل عليه شاشة تلفزيون سمارت وموصل عليه تليفون وموصل عليه لمبة سمارت. وانت دلوقتي قعد بتفرج على شاشة التلفزيون مسلا وفتح او فاتح اليوتيوب وفي نفس الوقت في حد تاني بيتصفح الفيسبوك مسلا وفي نفس الوقت برضو في حد بيفتح وبيقفل في اللامبة اللي سمارت. فمعنى كده ان التلات اجهزة دول بيطلبوا داتا او بيانات من جهاز الراوتر. فلما بيكون جهاز الراوتر بيشتغل فالمشكلة فيه انه هم بيقدرش يتصل مع التلات اجهزة في نفس الوقت. يعني جهاز الراوتر اللي بيشتغل عنده قدرة على انه يتصل بجهاز واحد بس في الوقت الواحد. فبالتالي بيبتدي ان هو يبعت البيانات لشاشة التلفزيون وبعدين يبتدي يبعت البيانات للتلفون وبعدين يبتدي يبعت البيانات للامبة اللي سمارت. وبيبتدي ان هو يعمل العملية دي بشكل مستمر طول ما الاجهزة دي بتطلب او بتطلب بيانات من جهاز الراوتر. ففكرة ان جهاز الراوتر ما بيقدرش ان هو يتصل غير جهاز واحد بسك نفس الوقت ومبيقدرش ان هو يتواصل مع اكتر من جهاز دي بتعتبر طريقة غير كفء في التواصل مع الاجهازة. طيب دلوقتي انت ممكن تيجي تقول لي ما انا موصل اكتر من جهاز عندي في البيت على الراوتر وكل الاجهزة شغالة. فهقولك في الحالة دي ان جهازة الراوتر دلوقتي بقت سريع جدا وبالتالي بقت بتبعت البيانات للاجهزة بشكل متوالي بسرعة جدا ولكن انت مش هتحس بالمشكلة دي فعلا الا لو انت عندك بالفعل عدد كبير من الاجهزة متوصلين بالراوتر. لان دي مشكلة اللي بتواجه اغلب الناس دلوقتي اللي بتعمل ان هما بيبقى عندهم عدد كبير من الاجهزة متصلة بالواي فاي. فبالتالي مسلا لو انت عندك خمستاشر جهاز او عشرين جهاز ممكن انك تيجي تلاقي نفسك مش قادر تزود عدد الاجهزة اللي متوصلين بالراوتر. او حتى لو كل الاجهزة قدرت انك توصلها بالراوتر ممكن بتبتدي تلاقي فيه اجهزة بتفقد الاتصال بالراوتر بسرعة او هتلاقي يعني فيه اجهزة بتفقد الاتصال بالانترنت بسرعة. كمان حتى لو كل الاجهزة متوصل عادي هتلاقي ان الشبكة بشكل عام اضاءها بطيء وهتلاقي ان الاستجابة بتاعة الاجهزة دي بطيئة جدا. فالراوترز اللي بتشتغل بيكون عندك قدرة على ان هي تتصل باكتر من جهاز في نفس الوقت. وبتدر ان هي تبعت او البيانات لكل الاجهزة المتصلة بيها في وقت واحد. كمان الساعة الاستعبية للراوترز اللي بتشتغل بتكون اكبر يعني بتقدر انك توصل عليها عدد كبير من الاجهزة ممكن يوصل لاكتر من مية جهاز. فتخيل مسلا دلوقتي انت عندك شركة كبيرة وفي موظفين كتير دخلين على الواي فاي او عندك مسلا كافي وفي زبين كتير دخلين على الواي فاي وبيستخدموا الانترنت. في الحالة دي لو انت الراوتر اللي عندك هتلاقي ان سرعة الانترنت بطيئة جدا. لكن لو استخدم التكنولوجي الموجودة في الراوتر الواي فاي سيكس هتلاقي المشكلة دي يتحلل تماما. تاني ميزة او تاني تكنولوجي موجودة في الواي فاي سيكس اسمها اختصارا لكلمة ملتبل يوزر ملتبل انبوت ملتبل اوتبوت. ومعنى الكلام ده ان الاجهزة اللي بتكون متصلة بالراوتر مش بتستقبل منه بيانات بس ولكن كمان بتبعت له بيانات. زي مسلاك انت بتبعت او بتابلود فايل. فكل الترافيك اللي بيكون جاي من الاجهزة دي ورايح للراوتر ده بيعتبر فاجهزة الراوتر اللي بتشتغل بالواي فاي ما عندهاش القدرة غير ان هي تسمع الجهاز واحد بس في نفس الوقت. فمتقدرش ان هي تاخد كل البيانات اللي جاية لها من كل الاجهزة في نفس الوقت. وطبعا ده بيسبب بطء كبير جدا في الشبكة بالاخص لو انت في سيناريو زي مسلا ان الراوتر ده يكون محطوط في شركة او محطوط في كافية او حتى موجود في وفي اجهزة كتير متوصلة بيه. فاستخدام تكنولوجي الموجودة في بتحل المشكلة دي تماما لان بيكون الراوتر عنده قدرة على انه يسمع لكل الاجهزة دي في نفس الوقت ويستقبل البيانات اللي جاية منها. وكمان يبعت لها البيانات كلها في نفس الوقت باستخدام تكنولوجي اللي تكلمت عنها دلوقتي. اما تالت ميزة موجودة في هي تكنولوجي جديدة اسمها اختصارا لكلمة ومعنى الكلام ده ان الاجهزة اللي بيكون فيها بيكون فيها زي انتنة او زي صغير كده عشان يستقبل ويرسل البيانات. فالانتنة او الصغير ده بيستهلك كهرباء طول ما الجهاز ده متصل بالراوتر في حالة ان الاجهزة دي بتدعم ولكن الاجهزة اللي بيكون فيها تكنولوجي الموجودة في بيكون عندها القدرة على ان هي تنسق مع بعضها هي محتاجة تستقبل وترسل بيانات امتى البعض? وبالتالي الانتنة او ده ما بيستهلكش كهرباء غير في الوقت اللي بيكون فيه ارسال او استقبال للبيانات ولكن لما بيكونش فيه ارسال او استقبال للبيانات الانتنة او الاريال ده بيدخل في حالة زي عشان يوفر في استهلاك الطاقة. وطبعا الموضوع ده هيكون ليه تأثير مهم على ان هو هيقلل استهلاك البطارية عندك بالاخص في اجهزة الموبايل واجهزة اللابتوب. ويمكن في حركة مشهورة ناس كتير كانت بتعملها ان هي بتوقف الواي فاي او بتقف الواي فاي لما بتبقاش محتاجة عشان تقلل من استهلاك البطارية شوية. فهي دي نفس الفكرة الموجودة في تكنولوجي التي دابيو تي الموجودة في الواي فاي سيكس ان هي بتعمل الموضوع ده بشكل تلقائي بدون تدخل منه. في كمان ميزة اخيرة او مهمة في الواي فاي سيكس وهي تكنولوجي البي اس اسي اختصارا لكلمة بيزيك سيرفز سيت كالرينج. ومعنى كده ان انت دلوقتي لو عندك في البيت راوتر واي فاي فايف وجارك اللي ساكن في الشقة اللي جنبك عنده برضو راوتر واي فاي فايف. فالموجات اللي بتكون خارجة من الراوتر بتاعه بتتدخل مع الموجات اللي بتكون خارجة من الراوتر بتاعك. وبالتالي ده هيقدي لبطء في الشبكة سواء عندك او عنده. والسبب كده تقدر تقول ان الراوتر اللي عندك لما بيحس ان فيه موجات جاية له من اجهزة خارجية تانية غير المتوصلة بيه ده بيعمل له عملية لخبطة وبيخليه ياخد وقت اطول في ان هو يحدد الاجهزة المتوصلة بيه بشكل حقيقي. فاجهزة الراوتر اللي بتشتغل بتعمل زي عملية يعني تمييز او يعني ماركة كده بتميز الموجات اللي خارجة من الراوتر والاجهزة المتوصلة بيه بلون مميز علشان الموجات دي ما تدخلشوا مع بعض وبالتالي هتلاقي ان اجازة الراوتر الواي فاي سيكس هتلاقي ان الاداة بتاع السرعة بتاعة الشبكات فيها اسرع من الواي فاي فاي ومش هتتأثر بوجود اجهزة روتر موجودة تانية حواليها. فزي ما تشفت دلوقتي الامكانات الجديدة اللي بتيجي مع الواي فاي سيكس بتخليه تطوير مهم جدا لاي حد بيستخدم الواي فاي. بالاخص الناس اللي عايزة تعمل وبيكون عندها اكتر من جهاز عايزين يوصلهم على الراوتر. ولكن خد بالك هنا من النقطة مهمة ان لازم تكون الاجهزة دي كمان بتدعم الواي فاي سيكس مش الراوتر بس. عشان الاجهزة تتوافق مع بعض وتشتغل مع بعض بشكل كامل. ما انا في النهاية من الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي تفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي اتزار قدامك. وارد في النهاية متنساش اللايك والسبسكرايب وشير وانتقابل الفيديو جديد ان شاء الله. سلام.